أريد أن نستقبل عبر زوم وصمم الأزياء وريدي بالمخصص بتصميم البدلات الرسمية أتوقع أن تحكموا البدلات الرسمية بودي أهلا وسهلا فيك معنا بلايب ستايل مسائل خير أهلا وسهلا مسائل فولي أهلا بك قبل أن نبدأ اللقاء معك سأعرف الجميع عليك أكثر وبسرعة أنت بدأت مشوارك بمساعدة بيك بمشهل الخياطة الخاص فيه ومن بعد تجهد لميلانو لتتعلم تصميم الأزياء وأطلقت علامتك التجارية بودي ديب سويل ميزورا لتصميم وتنفيذ البدلات الرسمية الله ماشاء الله صحيح المعلومات؟ صح أنا أحسن أول الأسئلة البدلات الرجالية تكون تصميماتها متشابهة إلى حد ما شن اللي يميز البدلة عن الثانية؟ إذا تشوف كل البدلات تقريبا شكلهم مثل بعض بس فيه فرق كبير بينتهم أول فرق هو القماش أنا بتعرف في أمايش بتبلش من النيلون المية بالمية نيلون لتوصل لأركع أنواع القماش اللي هو الصوف والفيكونيا والكشمير الأول عنصر هو القماش كتير بيفرق التاني عنصر هو طريقة الشغل كل ما تعد البدل لوقت أكتر وجهد أكتر ومجهود كل ما تطلع أحلى وكل ما تكون هي متناسقة مع الجسم أكتر وتانية شغلة هي التفاصيل الصغيرة اللي الإنسان ما بينتبه له بس بيطلع ببدلة بيلاقيه كتير حلوة ما بيعرف لاش وصيره كتير مع كتير عالم ومعنا بتصير تطلع بشخص بتلاقيه لبس بدلة حلوة بس ما بتعرف لاش حلوة هنا بتكون التفاصيل الصغيرة اللي فيها اللي هو عرض الجايبة طول الجايبة طول الكيم هالتفاصيل الصغيرة اللي الناس ما بينتبهولها اللي بيعملوا هالشكل الحلوة وما بينعرف لاش طيب خليني أقول لك أنا بلبس بدلة كتير بس في حاجة ما ببقاش فهمها وأنا بختار البدلة ممكن ألبس بدلة أحس إن هي مريحة يعني أحس إن هي مش محسن إن أنا متكتف وبدلة تانية أول لما تلبسها ممكن تبقى حلوة بس في نفس الوقت مدايقك في اللبس فعايز أعرف دي حاجة نفسي أفهمها إزاي أنت بتقدر تحافظ على عنصر الراحة وإنت بتصمم البدلة نحنا بنعرف بالحياة ما في شي مريح وحلو يعني ما في سيارة حلوة ومريحة ما في بيت حلو ومريح كل شي حلو ضد الراحة هاك الله خيالي أذني البدلة المريحة يعني فيها زيادة قماش وزيادة القماش هو ضد الجمال يعني الحلو هو يكون البدلة على قد الجسم تماما اللي نحنا بنقدر نعمله هو نعطيه شوية راحة للزبون ونحنا عم حافظين له على الشكل الحلو لما يبين كتير واسع عليه وكتير مريحة مش هناك يخترعوا إذا بتلاحظ البلوزون اللي هي جاكات كتير مريحة وواسعة لا تريح بس البدلة الرسمية اللي بدأت بيين شعر اللي بدأت بيين على قد الجسم اللي بدأت بيين فورمل ما مفروض تكون كتير مريحة لدرجة يتحرك فيها ويكون مرتاح لأنه كلها رياحة هي قماش زيادة وكل قماش زيادة بدأت بيين شمحة أوكي فهمت كيف نادل؟ أنا كده فهمت الحمد لله طيب بودي كم يتعني لك ملاحظات والدك وأراءه تجاه عملك؟ أنا والدي والده كمان كان خياط بالعائلة كلها بالعائلة كلها بالعائلة كان جدا خياط وكانوا كتير 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 فقرة لو تعرفي قدية كانت الخياطة بالنسبة لقلهم شغف وكانت تحب لقلهم كانوا عايشين ببيت كثير صغير كانوا يعلق جدا تخت بالحبلة ومكانت الخياطة بالحبلة وهذا كان بدو يخيط يعلي التخت على السقف ليقدر يكون في محل ليخيط وهذا كان بدو ينام يعلي المكانة على السقف وينزل التخت ليقدر ينام هالقدة كان في فقر هالقدة كانوا مبسوطين بالخياطة وكان عبالهم يشتغلوا هالشكل ببيت أخذها من جدة وطورها وبيت فتح أول مصنع قلبي سرجالية باللبناء عم نحكي بالواحدة وسبعين وانا وقتها جيت لساعته اكتسبت خبرته بالخياطة والتفصيل واختبرته كمان بالمعامل وانا قادر اجمع هول اتنين مع بعضهم ليقدر اعطي أحلى نوعية بأسرع وقت انت بتصمم بدلات رجالية ونسائية ايه العناصر اللي بتختلف في التصميم والتنفيذ؟ البدلة النسائية هي مرحلتين او شقين او موديلين او اللي بدأت تصميمه اول موديل هو النسائي الصرف هاللي بتلاقيه بالمحلات النسائية هاللي بيجي متل كأنه جاي على شكل المرأة هاللي هي بتضاريصه بقصره بصدره بوراكه بتحس هايدي الجاكات او هادا البونطانون اللي لابسته جايه كأنه لقلا هاللي هو الكوب النسائيه هاللي بلابسه هو كوب رجالية كوب رجالية ما بتجي هالقدة متنازقة مع جسم المرأة بس بتجي بشكل يعني تعطيها هيدا الشكل اللي شوي الرجل هيك اللي محدد اللي كتافه السابته اللي قبتها مظبوطة لكمة نازل مظبوط لطول الجاكات بقى بتحسها كأنه موضة رجالية لبستها المرأة بس مش الجاكات النسائيه اللي بنعرفها عادة وهذا هو الحلو انه فيه موديلين يعني بصير تختار المرأة اذا بده تلقص النساء الصرف او بدي يكون عنده لك رجالي هاللي بنسميه شوي بويفريند كات هاللي هو شوي واسع هاللي بتجي الجاكات شوي مرتاحة مع البنطلون الواسع نعم وبدي يكون الكات تبعه رجالية يعني كتف محدد الكتفية سابته الكمة بيجي جالس الطول محدد الصدر منه كتير عنده تضاريس جاي بالصدر للجاكات وهذه موضة كتير حلوة هلا